رأس ريهام سعيد مع زوجها طارق صبري في عيد ميلادها وحضور نجوم الفن أهلا بيجوا في قناة منوعات بوتة لأخبار الفن والفنانين والمشاير وأحدث ترندات على السوشيال ميديا يشرفني اشتراكك في القناة بس ما تنساش اللايك والكومنت الجميل احتفلت الإعلامية ريهام سعيد في عيد ميلادها مع وجود نجوم الفن في حفل أسطوري ومنهم نرمين الفئي ونسرين أمين وسوسا بن بدر ويهاب توفيق وإحمد عبد المغني وجميع أصدقائها وظهرت ريهام في عيد ميلادها وهي ترقص مع زوجها طارق صبري وعلى جانب آخر فقد كتبت ريهام سعيد على صفحتها أنها ستختفي لفترة أو لمدة طويلة حتى تعود لي روحي أشباه البشر كتير قوي وأنا زهقت من لها بدور الضحية بس أنا فعلا بيتضحك علي كتير وبيضحك علي سهل قوي ومش عارفة عمل مع حد كله يلا نفسي وأنا محد شاف مني غير كل خير والفترة الماضية مرت بحاجات كتير قوي وتعرضت للتشويه حتى في صماتي حرب غريبة لمدة 8 سنوات عشان ما اشتغلش لا في التمثيل ولا في الإعلام من مين مش عارفة تعبت من حروب غير مبررة الناس ليه شريرة قوي كده تعبت من الغيرة والحقد أنا حبيت وأخلصت في كل حاجة عملتها في حياتي مش حاسة إن دي النهاية حاسة إن جزائي موجود عند ربنا مش في الآخرة بس لا ده في الدنيا كمان رأس ريهام سعيد مع زوجها طارق صبري في عيد ميلادها وحضور نجوم الفن أهلا بيجوا في قناة منواعات بوتة لأخبار الفن والفنانين والنجوم